البرلمان السويدي يقر تعديلاً دستورياً يسمح بتجديد مكافحة الإرهاب، نقطة طالبت بها تركيا للسماح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسية. التعديل الدستوري الذي اعتمد بأغلبية أعضاء البرلمان يتيح تقييد مبدأ حرية تشكيل الجمعيات التي تسبن الإرهاب أو تدعمه. ومن شأن هذا التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل أن يسهل محاكمة أعضاء تنظيم بيكاكاء الإرهابي المقيمين في البلاد. تعديل أتى استجابة لمطالب تركيا لكل من السويد وفنلندا بضرورة محاربة الإرهاب وتعديل قوانينهما مقابل موافقة أنقرة على عضوية الدولتين في الناتو. وفي محاولة لإقناع تركيا بذلك أكد رئيس الوزراء السويدي خلال لقاء جمعه مؤخرا بالرئيس أردوغان في أنقرة أن استوكهولم ستفي بجميع تعهدات التي قطعتها لتركيا لتبديد مخاوف أنقرة الأمنية بشأن الجماعات الإرهابية والتي كانت عقبة في طريق الموافقة على عضويتها في الناتو. واصفا هذا التعديل الدستورية بالخطوة الكبيرة. كما أوضح آنذاك أن السويد ستكتسب سلطة القانون في مكافحة الإرهاب، ما يعني أنها ستكافح جميع الأنشطة الإرهابية التي تستهدف السويد أو تركيا على حد سواء. بما في ذلك تسليم قيادات وناشطين في تنظيم بيكاكاء الإرهابية وغيره من التنظيمات الإرهابية. وتؤكد السويد أنها ستتعامل مع مطالب أنقرة الأمنية على محمل الجد. جدير بالذكر أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب خلال قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد. وذلك بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو. تعهد فيها بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية. صابرين عقاب تراتي عربية تراتي عربية تراتي عربية تراتي عربية تراتي عربية